السلام عليكم إليكم قصص جميلة ذات حكم وعبر اسمعها واستفد منها في يوم من الأيام دع الأبو الحكيم أبناءه إلى مائدة الطعام ثم أحضر لكل منهم طبق حساء مع ملعقة بطول متر واشترط أن لا يحتسي أحد منهم ما بطبقه إلا بهذه الملايق هز الأبناء رؤوسهم بطاعة واستغرار من هذا الشرط حاول كل منهم ملأ ملعقته ذات المدر وكان قبل أن يوصل الحساء إلى فمه يسكب على الأرض حاولوا مرارا وتكرارا ولكن دون جدوى فلا أحد منهم تمكن من إيصال الحساء إلى فمه فجأة قال الوالد والآن وبنفس الملايق ليجرب كل منكم أن يطعم أخاه الذي بجانبه أخذ كل منهم ملعقته وملأها ثم مدها لمن بجانبه وبالفعل نجح الجميع باحتساء طبقه كاملا وقف الأب الحكيم واتكأ على أكتافهم بعطف وحنان سعيدا بالطرس الذي عاينه الأبناء العبر من القصة على مائدة الحياة من يفكر أن يشبع نفسه فقط سيبقى جائعا أما من يفكر في أخيه فيكسب فالذي يعطي دائما رابح